السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الفيديو السابق تكلمنا عن المايكرو ديس بلايسمان وربما ارتبك البعض سأشرح الآن المايكرو ديس بلايسمان لأني لم أشرحها في الواقع في المرة السابقة شرحت كيفية تنفيذه ولم أشرحها أولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لأني أرى أن الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين الطريقة التي كان يتعامل بها البرنامج عند تقسيم الأسطح في السابق قبل المايكرو ديس بلايسمان هو أنه يقسم الأسطح بتساوين بحيث أنه يقسمه هكذا ويقسمه هكذا وانتهى الأمر لكن الأجزاء البعيدة من الأسطح غير الأجزاء القريبة الأجزاء القريبة ينبغي أن تظهر فيها كل تفاصيل لأننا نراها أما الأجزاء البعيدة فالتفاصيل يحسبها البرنامج وتقسم وتصنع لكن لا أحذرها وهذا إهدار للتفاصيل إن صح التعبير وإهدار للتقسيمات لذلك توصلوا إلى طريقة حديثة للتقسيم وهي الأدابتف أو لنقول المتعدلة أو ما شابه المتعدلة لأنها تتعدل بحسب قرب السطح من بعده فهذا السطح مستطيل هذا جزء أبعد من هذا هذه الطريقة لا تعتمد على الأسطح ولكنها تعتمد على البيكسل التي في الشاشة والبيكسل التي في شاشتك هي مسطحة حاليا إذا أتينا إلى البيكسل التي في شاشتي فهي 1920x1080 1920 هكذا إذا رجعنا إلى هذا السطح فسنجد أن طوله هنا في المقدمة بالبيكسل غير طوله هنا في المؤخرة في المقدمة هنا هو 1920 بيكسل كما تلاحظون من الطرف إلى الطرف أما في المؤخرة هنا فهو ربما 600 بيكسل أو أقل من ذلك ربما 500 بيكسل وبما أن هذه الطريقة تعتمد على البيكسلات فستقسم هذا السطح عند المقدمة وعند الأماكن القريبة إلى الكاميرا أكثر بالكثير مما تقسمه عند المؤخرة هنا ربما إلى أربع أضعاف في هذه الحالة على الأقل لذلك فهي لا تقسمه على شكل مربعات بهذا الشكل ولكن تقسمه على شكل مربعات هكذا عموديا بحيث هذه المربعات هي عبارة عن بيكسات الشاشة الخاصة بك وذلك بما أن كل بيكسل يحظى بتقسيم إذا أتينا الآن إلى هنا إلى بلندر ثم أتينا إلى قسم الرندر هنا ثم نأتي إلى هذه نحولها إلى Cycles وهذه إلى Experimental فبمجرد تحويل هذه إلى Experimental يظهر قسم جديد هنا وهو قسم اسمه Subdivisions هنا إذا أتيت إلى هنا فستجد قسمين الرندر والبريفيو هذا البريفيو هو يمثل ما تراه هنا على المباشر وهذا الرندر هو الذي سيكون في نتجة نهائية تلاحظون هنا أن في البريفيو هناك 8 بيكسل ما يعني هذا أن كل تقسيم في البريفيو يحتوي على 8 بيكسل أي أن التقسيمات في البريفيو هي كبيرة جدا بينما في الرندر فكل بيكسل يحظى بتقسيم أي أن التقسيمات صغيرة جدا لذلك عند العمل على المايكرو ديس بليسمانت دائما ما تجد أنه في البريفيو وأثناء العمل عليه تجد شيء مثل هذا مقسم تقسيمات كبيرة وشيء ليس الذي تريده بالضبط لكن بمجرد أن تضغط F12 من أجل الرندر فسيستخرج لك صورة مثل هذه ولاحظوا الفرق الهائل بين البريفيو والرندر هذا أعطى لكل بيكسل تقسيم أما هذا فجعل كل ثمان بيكسلات تشكل تقسيم واحد ولهذا تراه Low Res أو منخفض الدقة هذا كل شيء بالنسبة لي اليوم إذا أعجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق إن شئت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة